وقعت غرفة التجارة والصناعة الشرقة مع غرفة تجارة أغندا وذكرت تفاهم اقتصادية وذلك بهدف الترويج وتشجيع التجارة بين الطرفين بترويج وتشجيع التجارة والدعم اللازم من المعلومات والبيانات لتسهيل العقود التجارية شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قرون حراكا تجاريا منظما بين كبرى دول العالم وما زالت في رحلة للبحث عن كل جديد في عالم الاستثمار وجاءت الأنظار لتحطى رحالها في القارة السمراء وتحديدا جمهورية أغندا لفتح آفاق جديدة من خلال ملتقى الاستثمار والتجارة الذي نظمته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة وزارة الاقتصاد نظمت هذه الفعالية بالتعاون مع غرفة التجارة وكذلك مؤسس دبي للصادرات لوفد تجاري متخصص في مختلف القطاعات للمشاركة في هذه الفعالية المهمة طبعا سبق لوزارة الاقتصاد عن زارة أغندا وكان في زيارات حكومية كذلك من أغندا إلى الإمارات نتج عنها شراكات وتوقيع اتفاقيات بعثة التجارية مع وزارة الاقتصاد والتجارة مركز الشارقة لتنمية الصادرات ومركز دبي للصادرات الهدف مع هذه الزيارة هو الجمع ما بين القطاع الخاص في البلدين وهذه الزيارة أيضا مبنية على اتفاقيات سابقة تم التوقيع بين دولة إمارة العربية المتحدة وأغندا وخلال الفعاليات تم استعراض مسيرة إمارة الشارقة تجاريا واقتصاديا والجهود الحثيثة التي بذلت لوضع أسس متينة وقوية لبناء شراكات ساهمت في نقل الإمارة نقلة نوعية تأتي مشاركتنا اليوم ضمن الخطة الاستراتيجية لهيئة الشارقة لاستثمار وتطوير شروق للتعريف بالمميزات الاستثمارية لإمارة الشارقة وتعريف الشركات الأغندية والشركات الأجنبية المتواجدة في أغندا بأهمية التواجد في السوق الإماراتي والاستفادة من تواجدهم في الإمارات بشكل عام والشارقة بشكل خاص لدخول أسواق جديدة مثل الهند وأوروبا في ختام الملتقى وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع غرفة تجارة أغندا مذكرة تفاهم بحيث يقوم كل طرف بترويج وتشجيع التجارة والدعم اللازم من المعلومات والبيانات لتسهيل العقود التجارية وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة الشارقة تفتح في جمهورية أغندا نوافذ التعاون المشترك لخلق بيئة استثمارية رحبة لإخبار دار محمد الجنيدي من جمهورية أغندا وفي إطار ختام جولة غرفة تجارة وصناعة الشارقة في جمهورية أغندا التقى رئيس الأغندي الوفد الإماراتي وتبدل معهم سبل التعاون المشترك ثم قامت الغرفة بتقديم درع تذكارية لرئيس الأغندي وتقديم كتاب سيرة المدينة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم أضوى المجلس الأعلى حاكم الشارقة الجمهورية أغندا من الدول الغنية في الموارد الطبيعية يأتي إلينا التجار من كل دول العالم ونحن نرحب بإمارة الشارقة من دولة الإمارات لفتح باب الاستثمار وعلاقتنا وطيضة مع دول الخليج منذ القدم ونتمنى بأن نكون من الدول المتقدمة سياحيا وتجاريا واقتصاديا فأهلا ومرحبا بكم في بلدكم الثاني